وهنا أسمحولي أتكلم قليلا عن شهر شعبان في يوم من الأيام الإمام عليه السلام الله عليه خرج من المسجد فرأى أن قوما جماعة من المصلين خلفه أو مكان المصلين المهم أن قوما يتجادلون في أمور لا ارتباط لهم بها في أمر القضاء والقدر فوقف عليهم وقال أيها المتكلمون فيما لا يعنيهم ما يعنيكم أتدرون أنكم في شعر شعبان أو أتدرون ما معنى شعبان أي تشعبت فيه الخير رب العالمين مقرر شهور اللي في عالم الغيب هي شهور البركة والرضوان والغفران وإلى آخره هذا الشعر مو كلام البطالي هذا شعر العبادة لذلك في الروايات من يقوله سبعين مرة استغفر الله الذي لا إله إلا هو أسأله التوبة في كل هذا الشعر سبعين مرة يذكر هذا الذكر يكون الجوازا له على الصراط نحن نعرف قيمة هذه الرواية يومل لنكون على الصراط يمكن أن تسقط في نار جهنم فإذا استطعت أن تعبر فأنت في جنة الله إلى أبد الآبدين الإمام الحسين الأئمة يقولون هذا شهر الطاعة هذا شهر العبادة هذا شهر الارتباط برسول الله لأن الله جعل شهر رجب شهره وجعل شهر شعبان شهر رسوله وشهر رمضان شهر أمة النبي يعني الرحمة تنزل من السماء في شهر رجب ثم في شهر شعبان من خلال رسول الله إلينا وينقذنا الله عز وجل بطاعة بشكل يختلف عن بقية الشهور أساساً إحنا عدنا شهر رجب وشهر شعبان مقدمة لشهر رمضان ولذلك من أسماء شهر شعبان شهر الجيران شهر الجيرة لأن شهر شعبان جار شهر رمضان وشهر مهم شهر الطاعة شهر اللي العبادة البسيطة تعطي ثواب كثير جداً نعم أحسنتم نحن في رواياتنا أن أعمال العباد تعرض على صاحب الأمر عز وجل الله تعالى فرده الشريف ثلاث مرات في الشهر أول الشهر وكل يوم اثنين وخميس وفي شهر شعبان يعني هذا الشهر تراجع تاريخك تتوب إلى الله فيه وتلتزم ببعض العبادات والله يوفقك أيضاً في هذا المجال شهر شعبان شرف أيضاً بولادة الإمام الحسين الذي منع انحراف هذه الأمة عن دينها وعن رسالتها وولادة الإمام زين العابدين وولادة العباس عليه السلام وولادة علي الأكبر وولادة صاحب الأمر هذه الذكريات الجميلة حقيقة تدفعنا لكي نهتم بدنيانا لكن من مقدار 20% لا أنه في شهر الشعبان نذهب وراء الفسق والفجور أعوذ بالله أو نذهب وراء الدنيا وحدها بدون الآخرة نحن باستطاعتنا في كل عمل نقوم به أن تكون خطوة باتجاه الآخرة في نفس الوقت خطة باتجاه الدنيا مثلاً أنت حينما تنوي عملك لله فكل ما تقوم به يتحول إلى عبادة أول الصبح تريده أن تسترزق الله عز وجل وتبحث عن المال لصرفه على عائلتك لكن حينما تنوي لله لأن الله أمرك بذلك فكل ما تقوم به عبادة المرأة في البيت وهي في المطبخ وتطبخ وكذا إلى تنوي في سبيل الله لأن هذا العمل فيه ثواب أجر أن تخدم زوجها أن تخدم أولادها أن تخدم نفسها والله أمرنا بأن نأكل وأن نشرب وأكلوا واشربوا ولا تسرفوا فالطبخ ما لا يصغر عبادة كأنها تذكر الله كأنها تصلي صلاة مستحبة شعر شعبان شعر مبارك وهذا الدعاء الذي يقرأ بعد الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الكافي الحصين وغيات المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللججة الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم آرق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق إلى أن نقول اللهم عن شهر شعبان وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه من جملة أسماء شهر شعبان شهر الشفاعة لأنك تحصل على شفاعة تستحقه شفاعة رسول الله بشرطه أن تسير خلفه أن تكون معه أن تتخذه قدوته